طيب نكمل على السؤال الثاني عندي هون بحكي لي حل المعادلة جيب 2 سين ناقص جتا سين يساوي صفر حيث سين كمان بتنتمي للفترة من صفر لا 2 باي اللي هي 360 طبعا هنا أنا عندي الزاوية الأولى اللي هي 2 سين وعندي الزاوية الثانية اللي هي سين فاستحالي أقدر أحل معادلة زواياها مختلفة يعني أنا عندي هون 2 سين وعندي هون سين هذا الحكي صعب جدا إذن لازم في المعادلات المثلثية نخلي الزوايا كلها متشابهة أو متساوية هسا جيب 2 سين هاي عبارة عن جيب ضعف الزاوية هاي إلها متطابقة ومهمة جدا كمان في التوجيه المتطابقة شو بتحكيه لي 2 جيب سين في جتا سين ناقص جتا سين طبعا هاي نزلناها زي ما هي يساوي صفر طيب شو استفدت هسا؟ هسا صارت عندي كل الزوايا متساوية طيب شو بساوي؟ عندي جتا سين مذكورة في الحدين فبخذها عامل مشترك جتا سين وبفتح قوزة هيك عندي 2 جيب سين جتا سين على جتا سين الجتا مع الجتا بروح بظل عندي 2 جيب طيب وعندي سالب جتا على جتا بعطيني سالب واحد يساوي ايش؟ صفر طيب بدي أستخدم الخاصية الصفرية بمسك جتا سين بساويها بالصفر وبمسك القوس الثاني هذا بساويه بالصفر يعني 2 جيب سين ناقص واحد تساوي صفر طيب جتا سين تساوي صفر بسأل حالي شو هي الزاوية الرئيسية اللي أنا حافظها اللي جتاها صفر في عندي زاويتين جتاهم صفر عندي البايعة 2 اللي هي 90 وعندي الثلاثة بايعة 2 اللي هي 270 إذن بايعة 2 وثلاثة بايعة 2 وهذول القيمتين كمان تبعات للفترة إذن الثنتين هذول رح نخذهم طيب نيجيهم عندي 2 جيب سين ناقص واحد يساوي صفر بانقل السالب واحد فبيصير عندي 2 جيب سين تساوي واحد بقسم على اثنين فبيصير عندي جيب السين تساوي نص بسأل حالي شو الزاوية الرئيسية اللي جيبها نص طبعا الزاوية الرئيسية اللي جيبها نص اللي هي الثلاثين الثلاثين حكينا عبارة عن باي على ستة بالتقدير الدائري طبعا هون في عندي زاوية ثانية طب كيف يا أستاذ بدي عرف انه في زاوية ثانية طيب نيجي لدائرة الوحدة دائرة الوحدة شو بتحكي لي بتقلي انه الربع الأول بين 0 و90 والثاني بين 90 و180 270 360 شو القاعدة بتقلي كل موجب يعني كل النسب موجبة في الربع الأول الجيب موجب في الربع الثاني الزل موجب في الربع الثالث والجتة موجب في الربع الرابع طيب عندي هون الجيب اشارة موجبة فأنا بدي أختار زاوية من الربع الأول ومن الربع الثاني إذن الهدف عندي أني أختار زاوية ربع أول وربع ثاني الربع الأول طبعا إحنا حفظينه هاي نخترنا اللي هي 30 الربع الثاني شو بنحكي بنحكي 180 ناقص 30 180 ناقص 30 اللي هي 150 إذن الزاوية الثانية اللي جيبها يساوي نص اللي هي 150 بس لازم أحولها لتقدير دائري كيف أحولها لتقدير دائري؟ بمسكها وبضربها باي على 180 طبعا الصفر مع الصفر بروح وهنا عتلاتة فيها خمسة وهي عتلاتة فيها ستة فبطلع معي الجواب خمسة باي على ستة إذن حلول المعادلة عبارة عن أربع حلول شو هما؟ عندي باي على اثنين وثلاتة باي على اثنين وشو عندي كمان؟ وعندي باي على ستة وعندي خمسة باي على ستة ويعطيكو ألف عافية ترجمة نانسي قنقر